التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع عدد من مقاتل قوات حارس الحدود وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتل حارس الحدود كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها